السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضراتكم جميعا. في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم طريقة رسم الاسقف المعلقة ولكن بشكل اكثر احترافية واكثر واقعية. زي ما هو واضح قدام حضراتكم بالشكل ده. بمعنى ان احنا هنتعلم ازاي نرسم قطاعات الشاسية اللي شايلة السقف المعلقة. وكمان هنعرف نرسم ازاي البلاطات بتاعتكم. مش هطول عليكم ولكن كل اللي طلبه من حضراتكم فضلا وليس امرض انك تتابع الخطوات بتاعة الفيديو ده خطوة بخطوة لان كل خطوة مترتب عليها الخطوة التانية. وانك تشاهد الفيديو ده للاخر علشان تقدر في الاخر توصل للشكل اللي قدام حضراتك. عشان اعتقد ان الفيديو ده هيكون مهمة جدا لك في الشغل المعمار بتاعك وبالاخص شغل الشوب دروك. تمام. مش هنطول عليكم. يلا بينا نشوف الخطوات بتاعتنا خطوة بخطوة. هنروح نفتح جديد. هنضغط على نيو. هنقول له من هنا اركتشار. اوكي. هنستنى الفايل بتاعنا يحمل. بعد كده هنقول له عشان نزبط الوحدات بتاعتنا. هنختار الميتر. من هنا على امتين عشريتين. اوكي اوكي. هنفترض ان عندنا غرفة. هنضغط على امر وال. ثم هنقول له ان الوول ده هينتهي في ليفل تو. طبعا تسمكها مش هي فرق معي. انا بس هديها متريال كده. عشان تبقى واضحة معي. وليكن البريك. اوكي. 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 حتدي ارسم الغرفة بتاعتي بهزا الشكل. هقول له سكيب سكيب. واختار ده. واقول له عايز الضلع ده ستة. والضلع ده ستة. كده انا جهزت الغرفة بتاعتي. تمام. الخطوة التانية اللي انا هعملها هبتدي اروح. ثم اختار روح. واقول له ياس. وشيل من دي قطوة مهمة جدا. بهزا الشكل. واختار وابتدي ارسم مستطيل بداخل الغرفة بهزا الشكل. واعمل لك للاضلع بتاعتي بهزي الطريقة. بعد كده هقول له ان السقف ده هيكون على بعد سالب تلاتين سانتي مسلا. مسلا يعني. سالب تلاتة. بعد كده هختار من هنا نوع السقف بتاعي هيكون سلوب جليزين. سلوب جليزين. واقول له وبتدي اختار السقف مرة اخرى. اتاكد زي ما قلت لحضراتكم ان شايلة من سلوب. ثم هقول له اوكي. بعد كده هخش على بتاعت السلوب ده اللي انا رسمته. ومن هنا هبتدي اختار نوع السلوب بتاعتي او بتاعي كارتين سيستم سيستم جليزين. ومن هنا هقول له ان انا عايز والجريت هقول له والجريت دي هتكون عبارة عن ستين سنتي في ستين ستة ستين سنتي. اوكي. طيب. عايز اشوف الشغل بتاعي. هروح للسلوب دي. هلاقي ان ترسم معي سقف هخلي هنا عشان تفرج على الشغل. السقف بتاعي يترسم. ولكن هو عبارة عن ستين في ستين. يعني يعني عبارة عن خطوط. برضو ما وصلتش للي انا عايزه. اتقسمت ستين في ستين. انا عايز اوصل للشكل ده ان انا ارسم القطاع. قطاع بتاع السقف ده اللي هيشيل البلطات بتاعتي. طيب. هروح للفايل بتاعي. طيب. هعمل الخطوة دي ازاي? هبتدي اجهز قطاع الشاسيه بتاعي. هجهزه ازاي? هروح. اقول له فايل نيو فاميلي. فايل نيو فاميلي. من هنا هختار اسمه متريك بروفايل مليون. متريك بروفايل مليون. ابتدي انزل كالحد ما لقيه. اهو متريك بروفايل مليون. ثم اقول له اوبا. طيب. هعمل بالفاميلي دي باش مهندس او التمري دي هعمل بايه? هبتدي ارسم في القطاع بتاع الشاسيه بتاعي. هضغط على لاين. واقول له. هاخد خط من هنا كده مسلا على بعد. اربعة ملي. وابتدي امشي كده شوية. وابتدي انزل. وليكن هنزل مسلا. هقول له مسلا خمسين ملي. وابتدي اخد شكل نهاية كده. بها زي الطريقة. وابتدي اقفل الشكل بتاعي. هصغر السمك ده شوية. واصغر دي كمان شوية. لان شايفة كبيرة. يعني هنخليها مسلا خمستاشر ملي كفاية او عشرين ملي. بهزي الطريقة. واختار الشكل ده. واقول له ميرو. وابتدي اضغط على لاين مرة اخرى. عشان اقفل الشكل بتاعي. كده انا خلصت القطاع بتاعي الشاسيه بتاعي. طبعا المفترض انت حضرتك تعمل فايل. سيف قاس. تعمله سيف قاس فانت تحفظه عندك. عشان ممكن تحتاجه في اي وقت. بعد كده هنعمل لود انتو بروجيكت عشان نضيفه للبروجيكت بتاعنا. طبعا كده القطاع اضاف معاي في البروجيكت. ولكن لسه مش معرف. لسه مش معرف عندي. طيب عشان اعرفه هعمل ايه? هروح للبروجيكت براوزر. هختار بتاعتي. هنزل تحت اقلاقي في مليون. اضغط على علامة الزائد. هتفتح لي خطاعات اللي موجودة عندي في بتاعي. هقف على مسلا. واقل لك يمين نيو. نيو. واسمي القطاع مسلا. مليون. طبعا حضرتك تسمي الاسم اللي حضرتك عايته. انا سميت على اساس ان القطاع هيكون معايا تي. واضغط كليك. ثم اعف على القطاع اللي احنا عرفناه دلوقتي دية. واضغط دابل كليك. وابتدي من هنا اقول له هلاقي ان البروفايل عندي لأ اختار. وابتدي اختار الفاميلي اللي انا جاهزتها. ليه عندنا اسمها فاميلي وان. واقول له اوكي. بعد كده الخطوة التالتة ان انا هاختار السقف بتاعي. هاختاره ازاي? اسهل طريقة انك تختار الشكل كله. وتقول له فلتر. وتعمل تختار الروف فقط لغير. عشان نخش على بتاعتها. ونقول له من هنا اول خطوة انا عايزها عايزها بعد كده هنزل تحت واروح واختار النوع اللي انا عملته من شوية اللي هو ايه? من الحلقة ايه? اضاف هنا. لو ما كنتش عملت الخطوة التانية ما كانتش هيضاف القطاع عندي. فكده القطاع هتعرب عندي. هاختار مليون. وبعد كده اعمل الشكل ده كله. الكتابة للخطاع ده كله. واقول له كنترول سي. وانزل على تحته واقول له كنترول بي. وانزل على تحته واقول له كنترول بي. واروح لجريد تو واقول له برضو كنترول بي. اللي بعدها كنترول بي. اللي بعدها كنترول بي. كده انا خلصت. فهضغط اوكي. هلاحظ ايه بقى? هلاحظ ان الجريد اللي كنت عاملها من شوية اصبحت عبارة عن شاسية. شايفين الجمال اجي مش مهندسين? شايفين الجمال? والروعة? اصبح عندي القطاعات جاهزة. كده انا خلصت الخطوة التالتة. هخش على الخطوة الرابعة والاخيرة ان انا هروح للسيلنج. سيلنج بلانتز واختار ليبل وان. عشان ابتدي ارسم البلطات. ابتدي ارسم البلطات. طيب. بعد كده هروح لاركتشار. اضغط على السيلنج. وابتدي من هنا اختار نوع السيلنج اللي انا عايزها. وليكن هكتفي النوع اللي عندي. واقول له وديت طيب. وابتدي من هنا. اخش على وهلغي الطبقة اللي من تحت. واقول شوية وليكن هخليها زيرو زيرو اربعة. واقول له قبل ما اقول له اوكي هديها ممكن من هنا ابتدي اديها وليكن بيضة كده عشان تظهر معايا. اي يعني بس انا هديها بيضة. وليكن الماتيريال دي اللي يجيبسهم. هقول له اوكي اوكي. اوكي. بعد كده هبتدي ارسم السقف. ممكن ارسم السقف. ممكن ارسم اسكتش. بس انا بفضل ارسم اسكتش. هضغط على اسكتش. وقول له في عندك مدرستين. في واحد ييجي يقول لك والله انا هاخد السقف كده من اوله لاخره. واقول له اوكي. هروح بالسري دي. هلاقي طبعا عشير الحيطة دي عشان يشوفه. هلاقي ان السقف فعلا اترسم معايا. ولكن في الاسفل. انا عزطلعه فوق. هروح ليفل وان. او ليفل وان سيلينجي قصدي. وابتدي اخد قطاع. طبعا هخلي دي عشان التفاصيل دي اظهر معايا بس. واخذ بهذه الطريقة. وخش ده. وابتدي اختار السيلينج بتاعه. برضو هخلي هنا التفاصيل فايل. عشان بس تظهر معايا. وابتدي اختار السيلينج بتاعي اهو. واقول له من النقطة دي. طلعوا فوق خالص. هنا. لو رحت للسري دي. هلاقي ان السقف معايا راح في المنسوب بتاعه. كده انا رسمت السيلينج. لما اجي شوفه من اسفل. هلاقيه واضح. بهذه الطريقة. دي كده طريقة لو عايز تشتغل بسرعة. لكن انا لو عايز اشتغل بشكل اضق او افضل شوية هعمل ايه? هروح للسيلينج التاعي. واختار السيلينج. طبعا اسهل طريقة ان انا اختار الشكل كله زي ما قلنا فلتر. واقول له تشيك نون. واقول له انا عايز السيلينج بس. اوكي. واقول له ايدت بروفايل. ايدت بروفايل. وابتدي اختار امسح الخطوط اللي انا عملتها من شوية دي. بتاعت السيلينج. اهو دليت. واقول له انا عايز بعد كده اختار الشكل بتاعي. واقول له. ما انت بالي. باختار الشكل بتاعي من النقطة دي. للنقطة دي. للنقطة دي. للنقطة دي. للنقطة دي. للنقطة دي وهكزا. ابتدي اكرر البلطات بتاعتي دي. واخد المربع ده. مربع مرة واحدة كده عشان الوقت بس. بهذه الطريقة. واختار كل دول واكرره. اقول لكم. من هنا لهنا. لهنا. بهذه الطريقة. ما قلت لحضرتك انت مش محتاج تعمل كده لو عايز تفاصيل اكتر وعندك وقت تعمل كده. لكن لو ما عندكش وقت ارسم السقف كله مرة واحدة. هكتفي بالاجزاء دي. تفي بالاجزاء دي. علشان بعد كده هقول له صح. تعال كده اروح للسري دي. هتلاقي ان السقف معاك اترسم بلاطة بلاطة. شوف ايه مالي السقف معاك. اهو. كأنها طبعا ده مش مرسوم عشان كده بلنا الشاسية بس. لكن ادي الاجزاء اللي تعال نروح للسري دي. شوف الشكل معاك عامل ازاي. شكل رائع جدا جدا. تفاصيل التفاصيل. تعالوا نخش على قطاع. شايف الجمال? ادي عندك البلاطات. ادي عندك الشاسية. طبعا حضرتك ممكن تبقى اكسر احترافية مني. وانك كمان ممكن تيجي تعمل الاسلاك اللي شايلة السقف اللي متسبتها في البلاطة الخرصانية. اكسر احترافية واكسر تفصيلا. انك ترسم الاسلاك اللي شايلة البلاطات او الشاسية بتاعك. وكمان حضرتك ممكن تصدر الفايل بتاعك الى برنامج الاوتو كاد. عن طريق فايل اكسبور كاد فرمات دي دابلو يي فايل بتاعك في الاوتو كاد. يظهر لك القطاع بتاعك بهذا الشكل الرائع المليء بالتفاصيل. انه طبعا يصعب عليك في برنامج الاوتو كاد انك تخلصها في وقت قصير. طبعا التفاصيل دي في برنامج الاوتو كاد بتاخد وقت يعني لاحظ القطاع اللي احنا رسمناه. والبلاطة فوقي بهذه الطريقة. بالزبط زي بلاطات بالزبط. ده قطاع العمودي وهكزا. فده الغرض من الفيديو بتاعنا. ان احنا نرسم السقف المعلق بكل تفاصيله. يبقى ده الشكل النهائي اللي احنا ادينا نوصله. يارب يكون الفيديو مفيد لحضرتك. يارب تكون استفدت من الفيديو. اشكركم الى ان نلتقي في فيديو اخر بازن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.